مشاهدينا الساعة دلوقتي التسعة خلينا نروح لمجازل أهم الأنباء مع دينا تفضل يا دين شكرا لك منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته للإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 بدبي وكان الرئيس السيسي قد شارك في الشق الرئاسي لمؤتمر كوب 28 وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات وركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ كما أقام رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسي وعلى هامش المؤتمر تضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي عقد مباحثات مع رؤساء الدول والحكومات وذلك للتبحث حول دفع أطر التعاون الثرائي كما شارك الرئيس السيسي في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير من التصويت ليذكر أن تصويت المصريين في الخارج حددوا الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلة خلال اقتحام تلك القوات للمدينة في غضون ذلك استشهد وأصيب عشرات الفلسطينة في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم نصيرات وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في مخيم نصيرات ما أدى لاستشهاد ثلاثة عشر شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض كما قصفت طائرات الاحتلال ممنى سكنيا بمدينة الصفطوي أو بمنطقة الصفطوي وشارع الجلاء شمان مدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا أن الاحتياجات هائلة في قطع غزة لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأخطية بكميات كبيرة إضافة إلى الأدوية والوقود وقال المستشار الأعلامي والمتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة إن هناك تخوفا من انتشار الأمراض لافتا إلى أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقا كما زادت الأمراض الجلدية ثلاثة أضعاف إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائية وشدد أبو حسنة على أن كل تلك العوامل ستكون لها عواقب وخيمة بسبب الإزدحام وعدم توفر المياه النظيفة تظاهر ألاف الإسرائيليين في تل أبيب للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين الإفراج الفوري عنهم وتحدث لأول مرة محتجزون إسرائيليون أطلقت تاحة ما صراحهم هذا الإسبوع أمام حشود المتظاهرين وشددوا على ضرورة إطلاق صراح بقي المحتجزين فورا من جانبه حاول نتنياهو في مؤتمر صحفي تبريد استئناف الاحتلال حربه على قطاع غزة وقال إنهم تم اتخاذ هذا القرار من أجل تحقيق أهداف الحرب وإعادة جميع المحتجزين قال وزير الداخلية الفرنسية جيرلارد دارمانين إن شخصا لقى حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح بعد أن هاجم رجل فرنسي سائحين في قوسة باريس بالقرب من بورج إيفال وأضف للوزير الصحفي أن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البلغ من العمر 26 عاما باستخدام مسد الصعق وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن المشتبه به سابق وأن حكم عليه باستجن أربعة سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية ورياضيا توجى محمد إبراهيم كيشو اللاعب المنتخب الوطني المصارع بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة هابراندا الدولية التي تقام بالسويد وذلك بعد الفوز في كل المباريات التي خاضها وحقق كيشو الفوز على بطل فرندا بنتيجة 12 صفر ثم الفوز على بطل السويد 8 صفر ثم بطل أوكرانيا بنتيجة 4 صفر ثم الفوز على بطل كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 8 صفر ومن المقرر أن يدخل كيشو معسكرا لمدة أربعة أيام ثم يتوجه إلى فرندا لمشاركة في البطولة الدورية يوم الثامن من ديسمبر المقبل ختم مجازات تاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر